بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبرى المصفوفات ومع جزء الرابع عشر من الدرس الثالث حول مسائل عن مدور المصفوفة Transpose of a Matrix وكما نعلم أنه لا يوجد أي قيود حول إيجاد مدور أي مصفوفة سواء كانت هذه المصفوفة مربعة أو مستطيلة في المسألة الأولى فقط نطمئن إلى أن AT تكون من نفس أبعاد C حتى يكون الجمع جائزا فإذا كانت المصفوفة A ذات أبعاد ثلاثة في اثنين فإن المصفوفة AT كما نعلم أبعادها اثنين في ثلاثة وعندنا المصفوفة T ذات أبعاد اثنين في ثلاثة أيضا إذن فيمكننا إجراء هذه العملية يساوي اثنين مدور المصفوفة نحول الصفوف إلى أعمدة ثلاثة سالب واحد واحد صفر اثنين واحد واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد خمسة ويكون الجمع كالآتي اثنين في ثلاثة ستة زائد واحد سبعة اثنين في سالب واحد بسالب اثنين زائد أربعة موجب اثنين اثنين في واحد بثنين واثنين أربعة كذلك اثنين في سفر بسفر وثلاثة ثلاثة اثنين في اثنين بأربعة واحد خمسة اثنين في واحد بثنين اثنين وخمسة سبعة الآن مع المسألة DT ناقص ET فقط نطمئن أننا حينما نأتي بمدور هذه المصفوفة D يمكن أن نطرح منه المصفوفة ET فالمصفوفة D وإيكلة هما ثلاثة في ثلاثة فإذا دورناها يكون أيضا مدور المصفوفة له نفس البعد ثلاثة في ثلاثة لأنها مصفوفات مربعة إذن فهذه العملية يمكن إجراؤها نساوي كما تعلمون أن هذه مصفوفات مربعة إذن فيمكن أن نكتب القطر الرئيسي كما هو واحد سفر أربعة ونبدل العناصر حول القطر الرئيسي فبالنسبة للمصفوفة D مثلا نبدل سالب واحد مع الخمسة ثلاثة مع اثنين واحد مع اثنين أيضا المصفوفة A نبدل سالب واحد مع الواحد نبدل أربعة مع ثلاثة نبدل واحد مع اثنين ثم نقوم بعملية الطرح واحد ناقص ستة سالب خمسة سالب واحد ناقص سالب واحد صفر ثلاثة ناقص أربعة سالب واحد خمسة ناقص واحد أربعة سالب واحد اثنين ناقص واحد واحد اثنين ناقص سلاسة سالب واحد واحد ناقص اثنين سالب واحد أربعة ناقص ثلاثة واحد الآن نقوم بالمسألة الأخيرة ديناس إي ترانسبوز علمنا من قبل أن ديناس إي متاح لأنهما صفتين مربعتين لهم نفس الأبعاد إذن فيمكن أن نجد لهم ترانسبوز تساوي يمكن أن نقوم بهذه العملية مباشرة واحد ناقص ستة سالب خمسة خمسة ناقص واحد أربعة اثنين ناقص ثلاثة سالب واحد سالب واحد ناقص ناقص واحد صفر صفر ناقص واحد سالب واحد واحد ناقص اثنين سالب واحد ثلاثة ناقص أربعة سالب واحد اثنين ناقص واحد واحد أربعة ناقص ثلاثة واحد أيضا ثم ندور هذه المصفوفة سالب خمسة سالب واحد واحد سفر أربعة سالب واحد سالب واحد واحد سالب واحد نلاحظ هنا أحبتي أن هذا هو نفس الناتج الذي حصلنا عليه من قبل وكان يمكن أن نقول مباشرة باستخدام إحدى خواص مدور المصفوفة بأننا يمكن أن نوزع علامة التية على المصفوفات المجموعة دي ناقص إ ترانسبوز يساوي دي ترانسبوز ناقص إ ترانسبوز ويكون الحل كما في الجزء السابق ترجمة نانسي قنقر